هذه هي الحلقة الثانية والأربعون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة الرسالة التي بين يدي رسالة أوروبية طويلة هذه الرسالة لكنها مهمة سأقرأ أكثرها لأن أكثرها يرتبط بموضوع حساس أريد أن ألفت نظر المنتظرين لإمام زماننا إليه موضوع حساس حساس جدا تبدأ الرسالة بعد المقدمة نحن مجموعة من الشباب المحبين والمتابعين لكم ولدينا عدة أسئلة أحدهم هو الذي يكتبها نيابة عنهم هناك مقدمة تمهد للأسئلة التي يسألونها الكاتب يقول هناك جماعة بل جماعات تعرفت عليهم في إيران وبعض البلدان الأوروبية أخذت في الانتشار في الأوساط الشبابية الرافضة لمنهج المرجعية وأحزابهم ويعتقدون بكثير من العقائد الحسنة والجميلة في العترة الطاهرة ويقولون بوجوب الشهادة الثالثة في الصلاة وغير ذلك من العقائد الحق ولذلك إن جذب إليهم الكثير من شبابنا الرافض للوضع الحالي ولكن هذه الجماعات بجانب عقائدهم الجميلة التي ذكرت لكم بعضها لديهم نزوع شديد إلى الفكر الخطاب لا أعرف إن كانوا خطابيين بالفعل أم لا ويعتقدون بالأبواب أبواب الأئمة ويعتقدون بالأبواب ووجوب معرفتهم ونقص الإيمان من دون معرفتهم الأبواب بعض أصحاب الأئمة هذه الفرق المغالية الفرق الباطنية جعلوا لكل إمام بابا من الأبواب من أصحابه سيتضح الكلام ولكن هذه الجماعات بجانب عقائدهم الجميلة التي ذكرت لكم بعضها لديهم نزوع شديد إلى الفكر الخطابي لا أعرف إن كانوا خطابيين بالفعل أم لا ويعتقدون بالأبواب ووجوب معرفتهم ونقص الإيمان من دون معرفتهم وكذلك يرون أن أبا الخطاب كان من أجلة الأبواب وأفضلهم وأنه شهيد لأنه قتل هذا المراد من أنه شهيد لعنة الله عليه وأن جماعة من أصحاب الأئمة من أمثال زرارة وأبي بصير هم من وضعوا روايات في القدح في أب الخطاب وإضافة إلى ذلك يذكرون هؤلاء الذين يتحدث عنهم الكاتب وإضافة إلى ذلك يذكرون أيضا نماذج عديدة يستشهدون بها عن إساءات أدب كثيرة صدرت من زرارة وغيره من كبار الأصحاب في محضر أو غياب الإمام عليه السلام وأنهم كانوا يشكون في علمه وإمامته ويدعون أن كثيرا من هؤلاء الأصحاب من أمثال زرارة كانوا هم السبب في انحراف الشيعة عن كثير من المعارف الحقة التي ذكرت في كتب الباطنيين من أمثال أبو الخطاب وابن نصير والخصيب وهناك من يقرأه الخصيب ويعتقدون وفي بعض النسخ الحصيني وفي نسخة الحضيني لكن المشهور الخصيب أو الخصيب ويعتقدون لا زال هؤلاء ويعتقدون أن السقيفة الثانية هي بتعبيرهم سقيفة السفراء الأربعة حيث لفقوا هذه المنظومة بدعم السلطات في ذلك الزمان وجعلوا أنفسهم في مكان الإمام عجل الله فرجه الشريف بدون أي دليل يثبت صدقهم بل ويستشهدون بكثرة أموالهم ونفوذهم وحضوتهم عند السلاطين خصوصا السفير الثالث حسين ابن روح ويقولون إن المتكلمة عن الحجة كانت الجدة والمراد من الجدة والدة إمامنا الحسن العسكري ويقولون إن المتكلمة عن الحجة كانت الجدة والسيدة سوسن هي هي السيدة سوسن هي الجدة والدة إمامنا الحسن العسكري والباب للإمام للإمام الحجة هو محمد ابن نصير هذا هو إمام النصيريين ولأجل إقصائه والقدح فيه وضعت روايات غير قابلة للتصديق وإن جماعة من شيوخ وعلماء ذلك الزمان دعموا هؤلاء الأربعة يعني السفراء الأربعة خصوصا والد الشيخ الصدوق رحمه الله حيث يقولون إن من المستبعد جدا قبول ولادة الشيخ الصدوق بدعاء الإمام عليه السلام بحسب ما هو معروف إذ كان على حسب الشواهد والتواريخ أن عمر والد الشيخ الصدوق عند ولادة أبنائه أن يتجاوز السبعين بكثير وهذا شاهد يذكرونه للإشارة إلى تلفيق روايات في مدحي وذم بعض العلماء في سبيل تثبيت مكانتهم في تلكم الفترة فليس هناك دليل يثبت صحة سفارتهم الحديث عن السفراء الأربع فليس هناك دليل يثبت صحة سفارتهم وأنهم بالفعل سفراء عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف الحديث عن السفراء الأربع خصوصا وأنهم كانوا في رعاية سلاطين بن العباس فلم يضيق عليهم وكانوا معروفين عند الجميع مع ذلك الشيخ الكلين رحمه الله لم ينقل رواية واحدة عنهم بالرغم من ادعائهم سفراء للإمام عليه السلام مع كونه مجاورا لهم وفي نفس المدينة يعني في بغداد طوال عشرين سنة من كتابة كتابه الكاف الشريف هذه هي المقدمة أما الأسئلة السؤال الأول هل صحيح أن للأئمة عليهم السلام أبوابا وكيف نفهم الرواية التي تقول بمعرفة المعاني والأبواب في حديث جابر الجعف وما معنى بابيتهم وخصوصيتهم عن غيرهم من الأصحاب وهل صحيح أن حزب زرارة وأبي بصير مع شكهما في علمي وإمامة الإمام والسخرية منه صلوات الله عليه على حسب ما هو موجود في بطون الكتب الروائية لعب دورا مهما في إخفاء الكثير من العقائد الحقة وإقصاء كثير من أصحاب الأئمة عليهم السلام السؤال الثاني هل الإيمان أو عدمه في بابية عدة من الأصحاب مخل ومنقص للإيمان إذا كان مخلا للإيمان فلماذا لم يتم التأسيس لها في رواياتنا بحيث يكون الأمر واضحا للجميع السؤال الثالث من هو باب الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف وما هو الموقف من ابن نصير وهل يكفي كلام شخص من العوام ادعى مشاهدة أن أحدهم كان يلوط فيه في ابن نصير بمرأة ومسمع منه قابلة للتصديق وما هو الموقف من كتاب الخصيب في معرفة الأبواب وأحوالهم إنه يشير إلى كتاب الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيب الخصيب ولماذا لا نأخذ الروايات التي ذكرها الخصيب عن الأئمة في مدح ابن نصير وأب الخطاب ونرفض الروايات القادحة لهما ما هو المرجح في مثل هذه المسائل السؤال الرابع كيف ثبت صدق ادعاء سفارة هؤلاء الأربعة يعني السفراء الأربعة عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف وكيف سمحت السلطات يعني السلطات العباسية وكيف سمحت السلطات في وجودهم وتحركهم ما هو موقف بيت الإمام عليه السلام من هؤلاء السفراء يشير إلى أسرة الإمام لا سيما مع كثرة ثرائهم وجلب الأموال إليهم من قبل الشيعة السؤال الخامس لماذا الشيخ الكليني أو حتى الشيخ النعماني تلميذ الكليني لم يذكر ولو رواية واحدة عن هؤلاء الأربعة يعني السفراء الأربعة في أي من كتبهم السؤال السادس كيف يكون والد الشيخ الصدوق شيخا في الفقه في زمان الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه ويولد له بعد أكثر من خمسين سنة الشيخ الصدوق كما يقال بدعاء صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف فعلى أقل تقدير يجب أن يكون عمره عمر والد الصدوق فوق سبعين سنة عند ولادتهم عند ولادة الشيخ الصدوق وأخيه السؤال السابع أليس هذه الأسئلة تقودنا للضرورة العقلية لمعرفة أحوال الرجال وتأريخهم في دراسة وقبول الأحاديث وبتعبير آخر ضرورة علم الرجال في معرفة الأحاديث وتبويبها السؤال الثامن أليس روايات التي لسانها مثل رواية جابر الجعفي رضوان الله عليه إنه كان يصدق علينا وأمثالها تبين أن أصحاب الأئمة كانوا يحققون في أحوال الرجال ويحققون أسانيد الأحاديث وهناك روايات أخرى عن الأئمة عليهم السلام مثل أن فلانا ثقتي أو خذوا ممن تثقون به وغير ذلك من الألفاظ التي وردت في الروايات والتي تشير إلى ضرورة التحقق من وثاقتي وأحوال الرجال إلى آخر الكلام هناك أسئلة أخرى متنوعة سأقرأها تباعا لا ترتبط بالموضوع الذي كانت مقدمة الرسالة تدور حوله رسالة مهمة الموضوع مهم والأسئلة هي الأخرى مهمة جدا نذهب إلى فاصل الحديث لا بد أن يبدأ من الفتنة إنها الفتنة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا عن الواقع الشيعي وحدثنا كثيرا عن فتن هذا الواقع الكتاب الذي بين يدي الكافي إنه الجزء الثامن من طبعة دار التعارف بيروت لبنان الكلين توفي سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين للهجرة إنه صاحب الكافي في الصفحة التاسعة والخمسين خطبة لأمير المؤمنين تبدأ في الصفحة السابعة والخمسين الحديث المرقم بالرقم الثاني والعشرين هنا في الصفحة التاسعة والخمسين أمير المؤمنين يوجه هذه الرسالة لشيعته ولعمري إنه نحو من أنحاء القسم في لغة العرب ولعمري والإمام يقسم لا لأجل أن نصدقه الإمام لا يحتاج للقسم حينما يتحدث مع شيعته لأجل أن نصدقه وإنما يقسم لأجل أن يلفت أنظارنا لأهمية ما سيتحدث عنه منه لأجل لأجل وإنما أجل عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل كلمة قصيرة لكنها تلخص التأريخ الشيعية على الأقل منذ بداية الغيبة الأولى منذ بداية الغيبة الأولى اشتدت الفتنة الشيعية في أوساطنا فتنة شيعية شديدة وتضاعفت حينما بدأت الغيبة الطويلة وها هي تتضاعف كلما تقادم الزمان ولعمري ليضاعفن عليكم أتيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل هناك كلمتان لإمامنا السجاد صلوات الله عليه كلمتان الناظر إليهما لأول وهلة يحكم عليهما بالتناقض لكن كل كلمة ناظرة إلى جهة معينة تختلف عن الجهة الأخرى التي نظرت إليها الكلمة الثانية الكلمة الأولى ليس العجب ممن هلك كيف هلك وإنما العجب ممن نجى كيف نجى لاجتداد الفتن لكثرة أسباب الضلال والإضلال ليس العجب ممن هلك كيف هلك وإنما العجب ممن نجى كيف نجى الكلمة الثانية ليس العجب ممن نجى كيف نجى إن العجب ممن هلك كيف هلك لتوفر أسباب الهداية هم حدثون من أن عصر الغيبة الطويلة سيكون عصرا لاجتداد الفتن ولتراكمها وتراكوبها إنها فتن بعدها فتن ولكن في الوقت نفسه قالوا لنا من أن أمرهم أبينوا من هذه الشمس أبينوا من الشمس فليس العجب ممن هلك كيف هلك وإنما العجب ممن نجى كيف نجى الحيثية المنظورة الفتن وليس العجب ممن نجى كيف نجى وإنما العجب ممن هلك كيف هلك لأن أمرهم أبينوا من هذه الشمس فهناك من تأخذه دوامة الفتنة من دون توفيق إمام زماننا من دون رعايته فإنه لن يستطيع وأستعمل لن للنفي التأبيدي فإنه لن يستطيع أن يخرج من هذه الدوامة والأنكى من هذا هو لا يستشعر هذه الدوامة التي يدور هو فيها وهي تدور به فهناك حركتان هناك دورانه في داخل الدوامة وهناك دوران الدوامة به وهنا سيصبح وكأنه مبنج فتنة هذه الفتنة ماذا أقول عنها أمير المؤمنين هو الذي يقول وَلَعَمْرِي لَيُضَاعَفَنَّ عَلَيْكُمِ التَّيْهُمٍ بَعْدِي أَضْعَافَ مَا تَاهَتْ بَنُو إِسْرَائِيلِ وماذا نقرأ في غيبة النعماني إنه تلميذ الكليني النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة هذه الطبعة طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة في الصفحة 214 إنه الحديث الثاني عشر بسنده بسند النعماني عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين كيف يمحص الكحل في العين بعضه يزول بنفسه إنه التفاعل ما بين إفرازات الجسم والهواء وغير ذلك وبعضه يزول بحركة أجفان العين وبعضه يزول بتقادم الزمن الوقت على وجوده إنها عوامل الهواء والإفرازات البدنية وبعضه يزول بحركة يد تمسح العين بقصد أو بدون قصد وبعضه يزول حينما يغسل الإنسان وجهه بالماء أقاصدا أن يزيل الكحلة أم لم يكن هناك عوامل كثيرة بسببها يزول هذا الكحل لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين وإن صاحب العين يدري متى يقع الكحل في عينه ولا يعلم متى يخرج منها بسبب العوامل التي أشرت إليها وكذلك يصبح الرجل على شريعة من أمرنا من أمر محمد وآل محمد ويمسي وقد خرج منها ويمسي على شريعة من أمرنا ويصبح وقد خرج منها هذه هي الفتن المتراكمة المتراكبة هذه هي الفتن التي تأتي بعدها فتن إنه الحديث الثالث عشر من الباب نفسه عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه والله الإمام يقسم للشيعة لتأكيد المعنى وليس لأجل أن نصدقه هو إمامنا الصادق المصدق والله لتكسرن تكسر الزجاج الإمام الإمام يقسم ويستعمل لام التوكيد ويستعمل نون التوكيد المثقلة فهي عبارة عن نونين القسم ولام التوكيد والنون المثقلة وهي عبارة عن توكيدين وماذا بعد ويأتي المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل يأتي توكيدا خامسا لأن المفعول المطلق إذا جاء مشتقا لفظيا من نفس لفظ الفعل فهو لتوكيد معنى الفعل والله لا تكسرن هذه نون التوكيد المثقلة تكسر الزجاج وإن الزجاج ليعاد فيعود كما كان وإن الزجاج ليعاد فيعود كما كان يمكن أن يذاب ويمكن أن يعاد تصنيعه والله لتكسرن تكسر الفخار وإن الفخار ليتكسر فلا يعود كما كان لأنه طين قد طبخ فإذا ما كسر فلا يمكن أن نعيده إلى حالته الطينية الأولى فإذا أردنا أن نصنع شيئا كالذي قد تكسر لا بد من طين جديد وبعد أن ينحت هذا الطين الجديد يوضع في الفرن لأجل أن يطبخ فالفخار هو طين مطبوخ والله لتكسرن تكسر الزجاج وإن الزجاج ليعاد فيعود كما كان والله لتكسرن تكسر الفخار وإن الفخار ليتكسر فلا يعود كما كان ووالله لتغربلن ووالله لتميزن ووالله لتمحصن حتى لا يبقى منكم إلا الأقل وصعر كفه صعر كفه أما لكفه إنها حركة في زمان الإمام يفهم منها الإشارة إلى التقليل إلى القلة الحركات الجسدية تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان وصعر كفه وربما فإن العبارة وصغر كفه يشير إلى القلة القليلة ولكن في النسخ المتوفرة لدينا وصعر كفه أي أماله صعر الشيء أماله صعر كفه أمال كفه بحركة جسدية تشير إلى معنى التقليل والله لتكسرن تكسر الزجاج وإن الزجاج ليعاد فيعود كما كان والله لتكسرن تكسر الفخار وإن الفخار ليتكسر فلا يعود كما كان وَوَاللَّهِ لَتُغَرْبَلَنَّ وَوَاللَّهِ لَتُمَيَّزَنَّ وَوَاللَّهِ لَتُمَحَّصَنَّ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ إِلَّا الْأَقَلْ وَصَعْعَرَ كَفَّهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ صفحة ميتين أو ستّعاش إنه الحديث الخامس عشر بسنده بسند النعماني عن صفوان بن يحيى عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه والله تلاحظون أن الأئمة يقسمون ويستعملون وسائل التأكيد والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا وتميزوا وحتى لا يبقى منكم إلا الأندر فالأندار والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم تمدون أعينكم إلى إمام زمانكم إلى يوم الخلاص والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا وتميزوا وحتى لا يبقى منكم إلا الأندر فالأندار رواية عجيبة صفحة 348 إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول وأقتطف هذه الجملة من سياق حديثه فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين أيّة فتنة هذه الفتن تترى وتترى وتترى ما تحدثت الرسالة عن صورة من صور الفتن التي مرت على الشيعة ولا زالت تترى لا زالت الفتن تتوالى هذا الموضوع الذي تحدثت عنه الرسالة موضوع معقد والأسئلة معقدة أيضا لأنها تتفرع على موضوع معقد قبل أن أدخل في الإجابة على الأسئلة التي ذكرت في الرسالة التي قرأتها عليكم في بداية هذه الحلقة هناك أمر أريد أن ألفت نظر السائلين إليه شيء يقال له الاختصاص وشيء يقال له الخبرة فارق بين الاثنين فارق كبير بين الاثنين قد تجتمع الخبرة مع الاختصاص هذا ممكن فيكون الإنسان مختصا وخبيرا في الوقت نفسه وفي هذه الحالة فإن الاختصاص سيكون جزءا من المكونات التي ولدت الخبرة إذن هناك خبرة وهناك اختصاص فقد يكون الإنسان مختصا لكنه ليس خبيرا وفي بعض الأحيان يكون مختصا وخبيرا في الوقت نفسه وهنا سيكون الاختصاص جزءا من مكونات الخبرة سأضرب لكم مثالا في عالم البناء والإعمار هناك المهندس المهندسون الذين يشرفون على بناية عمارة عالية جدا لنفترض وصلوا إلى الطابق العشرين ابتدأوا من الطابق الأرضي ووصلوا إلى الطابق العشرين وهناك واجهتهم مشكلة أساسية بحيث بحيث لا يستطيعون أن يكملوا بناء العمارة هذه العمارة التي هم قد خططوا في مخططاتهم الهندسية أن تصل إلى خمسين طابقا مثلا وصلوا إلى الطابق العشرين واستجدت عندهم مشكلة لم يصلوا إلى حلها رجعوا إلى المهندسين الآخرين الذين يعرفونهم ما استطاعوا أن يجدوا حلا لها هؤلاء هم أهل الاختصاص فصاحب الاختصاص هو الذي درس دراسة منهجية وتعلم علوما رسمية وهو يستعمل الأساليب العلمية الرسمية المتعارفة في البحث والعمل والتحقيق وما يرتبط بكل تلك النشاطات لكنه باختصاصه هذا وبمعلوماته أتحدث عن مهندس هذه البناية لم يستطع أن يجد حلا لهذه المشكلة التي طرأت واستجدت في العمل يبحثون عن الخبراء بعض الخبراء قد يكونون مهندسين من ذوي الاختصاص لكنهم يمتلكون خبرة عالية خبرة خاصة اكتسبوها بسبب طول تجاربهم العملية لأي سبب من الأسباب أو قد يكون الخبير ليس مهندسا أكاديميا وإنما رجل قضى عمره في البناء إنه بناء لكنه بناء مبدع بناء عبقري في مجال عمله فحينما يأتون به ويعطي رأيه وقد يكون رأيه ليس منسجما مع المنهج الرسمي الذي يعرفه مهندس البناية لكنهم يقبلون كلامه لماذا لأنه خبير هذه الخبرة جاءت لعدة أسباب قطعا أحد هذه الأسباب ذكاء هذا الخبير نظره الدقيق في الأمور فهو يرى شيئا لا يراه صاحب الإختصاص الذي ليس خبيرا صدقوني مرة راجعت طبيبا حينما كنت في إيران مشكلة في ساقي في ركبتي مشكلة في رجلي هذا الطبيب لم يرفع ملابسي عن رجلي فقط أمسك بها وسألني ماذا تعاني فقلت له كذا وكذا ثم قال لي انتهى الفحص أنا سألته لأنه أعطاني علاجا سألته قلت له أنت ما كشفت ملابسي عن رجلي فضلا عن أنك لم تطلب مني أن أأخذ تصويرا شعاعيا قال أنا لا أحتاج لكل ذلك لطول خبرتي إذا حدثني المريض عن مرضه فإنني أرى عظامه أمام عيني لطول خبرتي ولكثرة ما أجريت من عمليات جراحي وفعلا علاجه نفاعني أكثر من الأطباء الآخرين إنه تعامل معي بخبرته وليس بالأسلوب المنهجي بالأسلوب الرسمي الذي يمارسه الأطباء إذن هناك خبرة وهناك اختصاص قد تقولون لماذا أحدثكم بهذا الحديث لأنني أريد أن أقول من أن هذا الذي تحدثت عنه الرسالة بالنسبة لي على المستوى الشخصي لنفسي لا لغيري بالنسبة لي فإن بطلانه عندي من أبده البديهيات إنني أستند في ذلك إلى خبرتي خبرتي حجة علي ليس حجة على الآخرين فأنا حينما أحدثكم في برامجي لا أحدثكم بخبرتي إنما أحدثكم باختصاصي ولذا فإنني أستعمل وسائل العمل الاختصاصي المطالب التي أثبتها لكم في برامجي أثبتها عن طريق الاختصاص بالنسبة لي أنا لا أحتاج هذا الكلام الذي أذكره لكم في برامجي ولا أحتاج إلى كل هذه المصادر يمكنني من رواية واحدة أن أعرف حقيقة الراوي أن أعرف حقيقة الراوي من رواية واحدة إنها الخبرة التي تولدت عبر الزمن الطويل من المعايشة لواقع ثقافة العترة الطاهرة ولواقع رواة الحديث الذين نقلوا الحديث إلينا عن أئمتنا صلوات الله عليه فهناك خبرة وهناك اختصاص أنا سأجيب بحسب الاختصاص لكنني أردت أن أقول لهؤلاء الشباب السائلين من أن الخبرة شيء والاختصاص شيء آخر فكل الذي تم الحديث عنه بخصوص ما يعتقده هؤلاء من مدح لعب الخطاب وابن نصير وأمثالهما ومن ذم لزرارة وأبي بصير وأمثالهما هذا ضلال 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 هذا الكلام أقوله فيما بيني وبين نفسي استنادا لخبرة في أجواء ثقافة العترة الطاهرة واستنادا لخبرة في كتب وعقائد الفرق الباطنية والمغالية هذا أمر لا أريد أن أخوض فيه كثيرا لأنني لا أريد أن أجعل خبرتي حاكمة على الآخرين هذا أمر يخصني أنا أثق بخبرتي ليس مطلوبا من الآخرين أن يثقوا بخبرتي لأن الخبرة تعطي نتائج قد لا يستطيع الخبير أن يصغ أدلتها بين يدي المتلقي لكن حينما يكون الكلام بحسب الأسلوب الاختصاص فإنه يكون قادرا على سوق الأدلة والبراهين مثلما قلت لكم قبل قليل من أنني حين أتحدث معكم حين أجيب على أسئلتكم أنني أستعمل الأسلوب الاختصاصي ولا أعتمد على خبرتي لأنني إذا أردت أن أتحدث معتمداً على خبرتي في هذه الموضوعات فلا أستطيع أن أوفر الأدلة الكافية للمتلقي لأن الخبرة بالنسبة لي فيما بيني وبين نفسي هي الدليل الأقوى لكن هذا لا يطرح في الجو الإعلامي صار واضحاً هناك خبرة وهناك اختصاص نذهب إلى فاصل هناك مسألة مهمة جداً لا بد من طرحها قبل أن أخوض في التفاصيل سؤال يطرح نفسه الأئمة صلوات الله عليهم تركوا لنا ضوابط أم لم يتركوا لنا ضوابط إذا كان الأئمة ما تركوا لنا ضوابط فإذا سنكون بأجمعنا متساوين على اختلاف آرائنا معتقداتنا مشاربنا مسالكنا قولوا ما شئتم إذا لم تكن هناك ضوابط لا نستطيع أن نلوم أحداً إن ذهب يميناً في معتقده أو ذهب شمالاً إن صعد إلى الأعلى أو نزل إلى الأسفل شرق غرب في أي جهة من الجهات لا يستطيع أحد أن يلوم أحداً الجميع متساوون وحينئذ لا نستطيع أن نشكل أو أن ننتقد المجموعة التي تحدثت عنها الرسالة لكن إذا ترك الأئمة لنا ضوابط ولا أعتقد أن عاقلاً يخالف هذا هذه الضوابط في أي مكان نجدها لا بد أن نجدها في مكان معلوم معروف وإلا لا معنى للضوابط إذا كان الأئمة تركوها لنا ولكنهم وضعوها في مكان خفي الحكمة هكذا تقول العقل هكذا يقول المنطق هكذا يقول من أن الأئمة تركوا لنا ضوابط ولا بد أن تكون هذه الضوابط موجودة في مكان يستطيع الجميع أن يصلوا إليه وفي الحقيقة رسول الله هو الذي ترك لنا الضوابط إنه حديث الثقلين حديث الثقلين خزانة هذه الضوابط القرآن موجود بين أيدينا ما هو ببعيد عن العترة إمام زماننا في هذا المقطع الزماني غائب عن أبصارنا ما بأيدينا من العترة حديثهم أين هو حديثهم حديثهم في كتبهم المعروفة وهذا الحديث في هذه الكتب المعروفة يتبع أسلوبا واحدا في عربيته وبلاغته ولحنه ومعاريضه وفي كل خصائصه هناك بعض الخلل إنه الخلل البشري من الروات ومن الناقلين ومن النساخ ومن 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 لكن المسار الأعظم لهذه الكتب مسار واضح موحد إذا ما وزن الأحاديث بهذه الموازين فإنها ستكون في أفق واحد فمحل الضوابط إذن ما بين القرآن وحديث العترة في الكتب المعروفة التي روت أحاديثهم إذا أردنا أن نبحث عن هذه الضوابط التي تركها لنا أئمتنا هنا هنا الضوابط إلا أن يقول قائل من أن الأئمة لم يترك لنا ضوابط حينئذ أصبح الأمر هراء في هراء وتساوى الجميع وهذا يعني لا وجود لدين وصدق يزيد حينئذ لعبت هاشم بالملك وهذا شعر ابن الزبعر ولكن يزيد استشهد به هذا ابن الزبعر من شعراء قريش ومن أعداء رسول الله إلا أن يزيد ابن معاوية استشهد به حينما قدمت قافلة السبايا لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل حينئذ سيكون هذا المعنى إذا لم تكن هناك ضوابط وإذا كانت هناك ضوابط وقال قائل من أنها موجودة في كتب الفرق الباطنية في كتب فرق الغلات هذه الكتب ليست موجودة ليست متوفرة وأسلوبها أسلوبها يختلف اختلافا كبيرا عن أسلوب أحاديث أهل البيت وخطبهم التي تناقلها الناس في الكتب وفي غير الكتب في كتب الشيعة وحتى في كتب السنة أسلوب كتب الغلات يختلف اختلافا كاملا عن أسلوب أحاديث العترة في الكتب المعروفة لدينا والشيعة عبر القرون لا يستطيعون الوصول إليها ليس هناك من مانع يمنع الشيعة إلا الغلات أنفسهم هم حريصون على أن تكون كتبهم في مأمن بعيد عن أيد الشيعة حكاية مفصلة طويلة النتيجة ما هي هذا أمر ما رده إليكم النتيجة عندنا أئمة ونحن شيعة لا بد من وجود ضوابط وإلا فإن الأمور ستكون سائبة ولا بد أن تكون الضوابط موجودة في مكان قريب من متناول اليد وإلا لا معنى لوجود هذه الضوابط إذا كانت في مكان خفي إذن علينا أن نبحث عن هذه الضوابط إذا ما شخصنا هذه الضوابط حينئذ سنقيس كلام كتبنا ونقيس كلام كتب الباطنيين بحسب هذه الضوابط ونقيس الأشخاص أيضا إذا ما توفرت المعلومات والأسباب الكافية وإلا فإن الأشخاص ليسوا مهمين بالنسبة لنا بحسب منطق القرآن في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأْ فَتَبَيَّنُوا لَا تَعْبَأُوا بِالَّذِي جَاءَكُمْ بِالأَحَاديثِ وَإِنَّمَا تَبَيَّنُوا الْأَحَاديثِ وهذه الآية تُخْبِرُنَا من أن ضوابط لابد أن نعود إليها هذا يعني أن الضوابط موجود وإلا كيف نتبين الموضوع يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأْ فَتَبَيَّنُوا كيف نتبين المتن نحن لا نعبأ بالراوي نحن لا نقول من أن الراوي موثوق صادق إذن نقبل كلامه لا شأن لنا بالراوي أكذب الكذابين نقل الكلام القرآن يقول لا تردوا خبره وحديثه وإنما تبين مضمون المتن كيف نتبينه لا بد من ضوابط لا بد من ضوابط القرآن هو الذي يدفعنا إلى تلك الضوابط هذا يعني أن الضوابط متوفرة بين أيدينا ولذا فإن النبي الأعظم أمرنا أن نتمسك بالقرآن والعترة لأن الضوابط هنا نذهب إلى فاصل هذه مقدمات تكون بين يدي البحث يدي البحث حدثتكم عن الفتنة الشيعية ومثلما هناك فتنة شيعية محتدمة في داخل الواقع الشيعي هناك أمرهم الذي هو أبين من الشمس في رائعة النهار فهناك الفتنة وهناك الأمر البين هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية هناك الخبرة وهناك الاختصاص المقدمة الثالثة لا بد من وجود ضوابط هذه المقدمات تصنع الجو الذي سيدور فيه الكلام أهم نقطة دار الحديث حولها وهي النقطة المهمة عند الباطنيين والغلات الأبواب فهؤلاء الغلات رؤساء هذه الفرق الضال يريدون أن يجعلوا لأنفسهم شأنا مقاما السؤال هنا هل كان للأئمة أبواب الجواب نعم الجواب نعم نجوم الرياضة عندهم أبواب المغنيات عندهن أبواب المغنية سين مدير أعمالها فلان المغنية صاد مدير أعمالها كذا وكذا رجال الأعمال السياسيون الكبار مراجع الدين كل الأشخاص المهمين في العالم أكانوا صالحين أم كانوا طالحين عندهم أبواب قد يعبر عنه مدير أعماله قد يعبر عنه المساعد الأول قد يعبر عنه بالسكرتير بالسكرتير الأقدم إلى 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 قائمة طويلة من العناوين والأسماء الأشخاص المهمون كلهم في الماضي وفي الحاضري وفي المستقبل عندهم أبواب أئمتنا أيضا عندهم أبواب في بعض الأحيان يكونون من الهاشميين من أقربائهم من أسرهم وفي بعض الأحيان يكونون من شيعتهم وأتباعهم لكن لا خصوصية لهم حينما أقول لا خصوصية لهم لا أنفي كرامتهم ولا أنفي منزلتهم ولا أنفي قربهم من الأئمة مراد لا خصوصية لهم هم ليسوا جزءا من المنظومة العقائدية المقدسة السؤال الأئمة عندهم أبواب نعم عندهم أبواب أبواب الأئمة خواصهم وهذا شيء موجود عند كل الشخصيات المهمة في زمان الأئمة وقبل زمان الأئمة وفي زماننا اليوم أما أن نجعل لهؤلاء الأبواب خصوصية يكونون بسببها جزءا من المنظومة العقائدية المقدسة فهذا كلام الغلات وكلام الباطنيين يريدون أن يجعلوا لأنفسهم منزلة وتبدأ المشكلة من أنهم يحسدون الأئمة يحسدون الأئمة فيريدون أن يجعلوا لأنفسهم منزلة أبو الخطاب مشكلته بدأت من هنا حسد الأئمة وهكذا كل الغلات إنه حسد للأئمة أو حسد لأبنائهم المقربين منهم أو حسد لبعض أوليائهم من الشيعة الإمام يقدم شخصا على هذا وهذا يريد أن يكون الأقدم يقتله الحسد وشيئا فشيئا يدعي ما يدعي وبعد ذلك ينشئ دينا وعقيدة وهكذا نشأت الفرق الباطنية وهكذا تأسست الفرق المغالية وبعد ذلك يبدأون بوضع الأكاذيب والإفتراءات وشيئا فشيئا حتى تكون الأحاديث وتكون الكتب وتكون الرسائل وهذا هو الذي جرى على أرض الواقع أعتقد أن الصورة صارت واضحة السؤال الأئمة عندهم أبواب نعم الأئمة عندهم أبواب من هم خواص أصحابهم قد يكونون من الهاشميين قد يكونون من أبنائهم قد يكونون من أخوانهم من أسرهم وقد يكونون من شيعتهم وأوليائهم لكن لا خصوصية له لا خصوصية لهم ليسوا جزءا من المنظومة العقائدية الإلهية المقدسة نحن لا نعتقد بأبواب إلا بمحمد وآل محمد الأبواب فقط محمد وأهل محمد ولا توجد أبواب أخرى أنني أتحدث عن الأبواب الإلهية العقائدية المقدسة الأبواب هم الأئمة الأربعة عشر وانتهينا هذا هو دين العطرة وهذا هو منطق القرآن وغير ذلك فإن الكلام هراء في سورة البقرة في الآية التاسعة والثمانين بعد المئة بعد البسملة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج موطن الحاجة هنا وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون الآية صريحة تأمرنا أن نتوجه إلى الأبواب وأتوا البيوت من أبوابها نحن بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير وأن نأخذ الفقه وأن نأخذ الدين وأن نأخذ الفهم من علي فقط وفقط وحين أقول من علي من علي وآل علي إنني أتحدث هنا عن الأئمة المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليه نهج البلاغة إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان الخطبة الرابعة والخمسون بعد المئة في الصفحة الثالثة والخمسين بعد المئة أمير المؤمنين يحدثنا يحدثنا عن محمد وآل محمد إنه يحدثنا عن العترة الطاهرة فماذا يقول نحن الشعار والأصحاب حتى هذا العنوان هو لهم في الأصالة لغيرهم يكون متفرعا نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب سؤال عن هذا الحديث وسأعود إلى هذا الحديث من الأسئلة التي جاءت في الرسالة عن الحديث الذي رواه جابر الجعفي عن إمامنا السجاد إنني أقرأ عليكم من الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار سأعود إلى الحديث ولكن أردت أن ألفت نظر السائلين إلى هذه المسألة يا جابر أو تدري ما المعرفة المعرفة إثبات التوحيد أولا ثم معرفة المعاني ثانيا ثم معرفة الأبواب ثالثا ثم معرفة الأنام رابعة ثم معرفة الأركان خامسا ثم معرفة النقباء سادسا ثم معرفة النجباء سابعا هذه عناوينهم عناوين العترة الطاهرة بأجمعها كل عنوان ينظر إلى حيثية من الحيثيات هذه مقاماتهم كما يقول أمير المؤمنين هنا نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب الأبواب هم ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقة هذا هو كلامه حديثه حديثهم يشرح نفسه بنفسه نحن الشعار والأصحاب هؤلاء هم النجباء وهم النقباء وهم الأنام وهم الأركان وهم 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 نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقة هذا هو قرآنهم يقول وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها لأنكم ستكونون لصوصا سراقا ولكن البر من اتقى وماذا بعد وقت البيوت من أبوابها ونحن الأبواب إنهم محمد وآل محمد هذا قرآنهم وهذا عليهم تفسير العياشي هذا هو الجزء الأول جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الخامسة بعد المئة إنه الحديث الحادي عشر بعد المئتين عن سعد إنه سعد ابن طريف من أصحاب باقر العلوم صلوات الله عليه عن سعد عن أبي جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال سألته عن هذه الآية ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها فقال آل محمد آل محمد أبواب الله وسبيله والدعاة إلى الجنة والقادة إليها والأدلاء عليها إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة لا يوجد غيره أمتنا عندهم أبواب نعم عندهم أبواب ولكن لا علاقة لهم بالمنظومة العقائدية الإلهية المقدسة هذه منظومة خاصة بمحمد وآل محمد وهي راجعة إلى الله ديننا تلخصه هذه العبارة اللهم صل على محمد وآل محمد الله محمد آل محمد والعلاقة فيما بينهم نحن لا ندركها نحن عبيدهم ديننا تلخصه هذه العبارة هذا هو ديننا هؤلاء هم الأبواب هؤلاء هم الخزان هؤلاء هم الأصحاب هؤلاء هم النجباء هؤلاء هم النقباء هؤلاء 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 ولا يوجد غيره عندهم أبواب نعم عندهم أبواب ولكن لا خصوصية له هؤلاء الغلات والباطنيون كذابون كذابون وضعوا ما وضعوا من أكاذيبهم في مسألة البابية والأبواب هذا القرآن واضح وهذه كلماتهم وأحاديثهم الشريفة وتلاحظون من أنني قرأت آية محكمة وهذا كلامهم محكم الأحاديث فيها محكم ومتشابه هم يذهبون للبحث في الأحاديث المتشابهة والتشابه حدث فيها بسبب الخلل البشري من جهة نقلها أو نسخها هذا موضوع سأأتي عليه فسعد يسأل الإمام الباقر عن الآية ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها ماذا قال إمامنا الباقر آل محمد آل محمد آل محمد أبواب الله وسبيله والدعاة إلى الجنة والقادة إليها والأدلاء عليها إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة نحن بابيون نعم نحن بابيون وإلى النخاع لكن أبوابنا فقط محمد وآل محمد إنهم الأئمة المعصومون الأربعة عشر بابيون بابيون نحن أبوابنا محمد وآل محمد فقط ولا يوجد باب فيما بيننا و بين الله إلا هم وماذا نقرأ في كتاب الاحتجاج للطبرسي هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان إنها الطبعة ذات المجلد الواحد من القطع الكبير وهذا المجلد يشتمل على الجزئين في الصفحة السابعة والعشرين بعد المائتين عن الأصبغ ابن نباتة من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه الأصبغ ابن نباتة يقول كنت جالسا عند أمير المؤمنين فجاء ابن الكوة ابن الكوة هذا ممن يثير الإشكالات وممن يحاول أن يحرج أمير المؤمنين بأسئلته هكذا هو يتصور كنت جالسا عند أمير المؤمنين الأصبغ يقول فجاء ابن الكوة فقال يا أمير المؤمنين من البيوت في قول الله عز وجل وليس البر بأن تأت البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأت البيوت من أبوابها قال أمير المؤمنين قال أمير المؤمنين نحن البيوت نحن البيوت التي أمر الله بها أن تأتا من أبوابها حتى لا يقول قائل من أن الأبواب غير البيوت أمير المؤمنين مستمر نحن باب الله وبيوته هم 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 البيوت وهم الأبواب نحن البيوت التي أمر الله بها أن تأتا من أبوابها نحن باب الله وبيوته التي يؤتى من فمن تابعنا وأقر بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها من تابعنا ولم يتابع مجموعة من الشيعة أولئك الغلاد ألا لعنة الله عليهم فمن تابعنا وأقر بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها ومن خالفنا وفضل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها لصوص سراق الدين هنا الدين هنا الدين في بيوت الله الدين عند أبواب الله بيوت الله أبواب الله محمد وآل محمد فقط هذا قرآنهم وهذه أحاديثهم هذه الحقائق ترغم الآناف ترغم الآناف الحقائق واضحة واضحة جلية نحن البيوت التي أمر الله بها أن تؤتى من أبوابها نحن باب الله وبيوته التي يؤتى من فما أن تابعنا وأقر بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها ومن خالفنا وفضل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها وحينئذ يسمى سارقة مثل ما قرأت عليكم من نهج البلاغة الشريف قبل قليل نذهب إلى فاصل حياكم الله قبل الفاصل كان حديثي في أن محمدا وآل محمد هم أبواب الله في هذا الوجود فقط وفقط 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 نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل دستورنا العقائدي الشيعي ماذا نقرأ فيها حقائق ديننا هنا هنا نخاطبهم نخاطب محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم أنتم الصراط الأقوام ومن غيركم ومن غيركم أنتم الصراط الأقوام وشهداء وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء أنتم أنتم ومن غيركم ومن غيركم أنتم الصراط الأقوام وشهداء وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس هو هذا الباب الوعيد لا يوجد غيره هذا هو الباب الإلهي العقائدي المقدس النوري هو هذا محمد وآل محمد أنتم الصراط الأقوام وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس هنا هنا عند هذا الباب تقول الزيارة من أتاكم نجى ومن لم يأتكم هلك ليس العجب ممن نجى كيف نجى أنتم موجودون إنما العجب ممن هلك كيف هلك لماذا يعرضون عنكم من أتاكم نجى ومن لم يأتكم هلك إلى الله تدعون وعليه تدلون إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة وماذا نقرأ في زيارة آل ياسين التي وردتنا عن إمام زماننا صلوات الله عليه هكذا نخاطبه السلام عليك يا باب الله وديان دينه هذا هو باب الله لا يوجد غيره من هذا الذي يقال له محمد ابن نصير من أولئي الحثالات باب الله هو هذا الحجة ابن الحسن العسكري هو هذا باب الله ولا يوجد باب غيره السلام عليك يا باب الله وديان دينه ولذا فإننا في دعاء الندبة نخاطبه خطابا واضحا أين باب الله الذي منه يؤتى يا بقية الله أنت 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 باب الله الذي منه يؤتى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إليك أنت إليك إليك أين سبب المتصل بين الأرض والسماء مثل ما قال إمامنا الكاظم لجمع من الشيعة بعد شهادة إمامنا الصادق صلوات الله عليه وكانوا في حيرة من أمرهم إلي لا إلى المرجئة لا إلى القدرية إلي إلي أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إليك إليك يا بقية الله وليس إلى أحد غيرك إليك إليك أين سبب المتصل بين الأرض والسماء هذه هي البابية في عقيدتنا أما بابية الخطابيين بابية النصيريين بابية السبئيين ألا لعنة الله عليهم جميعاً أحياء وأمواتاً تلك بابية الشيطان هناك باب للرحمن محمد وآل محمد وهناك باب للشيطان أولئك الذين أسسوا الفرق الباطنية وفرق الغلات ألا لعنة الله عليه وماذا نقرأ أيضاً ما قرأته عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة ومن زيارة آل ياسين ومن دعاء الندبة الشريف قرأته من مفاتيح الجنان هذا مختصر البصائر بصائر الدرجات الكبرى لسعد ابن عبد الله الأشعري القمي من أصحاب أئمتنا صلوات الله عليهم والذي اختصره الحسن ابن سليمان الحلي من علماء الشيعة في القرن الثامن الهجري وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي في الصفحة السابعة والسبعين بعد المئة إنه الحديث الخامس والخمسون بعد المئة بسنده عن سعد ابن طريف قال قلت لأبي جعفر للباقر صلوات الله عليه قول الله عز وجل وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم فقال يا سعد إنها أعراف لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه هل هناك غيرهم إنهم محمد وآل محمد يا سعد إنها أعراف لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه وأعراف لا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه وأعراف لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتهم فلا سواء من اعتصمت به المعتصمة ومن ذهب مذهب الناس ذهب الناس إلى عين كدرة يفرغ بعضها في بعض ومن أتى آل محمد أتى عينا صافية تجري بعلم الله ليس لها نفاد ولا انقطاع ذلك بأن الله لو شاء لأراهم شخصة ذلك بأن الله لو شاء لأراهم شخصة لأرى الناس شخصه حتى يأتوه من بابه بنحو مباشر لكن جعل محمداً وآل محمد الأبواب التي يؤتى منها وذلك قول الله عز وجل ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها ذلك بأن الله لو شاء لأراهم شخصة حتى يأتوه من بابه بنحو مباشر إنها حكاية السجود لأبينا آدم الله أراد من الملائكة أن يسجدوا لآدم وما أراد منهم أن يسجدوا له أن يسجدوا لآدم وإبليس حين أراد أن يسجد لله طرده ذلك بأن الله لو شاء لأراهم شخصة حتى يأتوه من بابه لكن جعل محمدا وآل محمد الأبواب التي يؤتى منها وذلك قول الله عز وجل ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها هؤلاء هم أبواب الله ونقرأ في بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار هذا غير بصائر الدرجات لسعد الأشعري القمي من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه إنها طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والسبعين إنه الباب الثالث وهذا هو الحديث الأول بسنده بسند الصفار صاحب البصائر عن أسود بن سعيد قال كنت عند أبي جعفر عند الإمام الباقر صلوات الله عليه فأنشأ يقول ابتداء من غير أن يسأل هو الذي يتكلم نحن حجة الله محمد وآل محمد نحن حجة الله ونحن باب الله ونحن لسان الله ونحن وجه الله ونحن عين الله في خلقه ونحن ولاة أمر الله في عباده نحن حجة الله ونحن باب الله ولا يوجد باب غيرهم صلوات الله عليه الحديث الثاني عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين هو الذي يقول أنا عين الله وأنا يد الله وأنا جنب الله وأنا باب الله ومن غيرك يا أمير المؤمنين ومن غيرك يا أمير المؤمنين أنا عين الله وأنا يد الله وأنا جنب الله وأنا باب الله نذهب إلى فاصل الكاف الشريف الجزء الأول إنها طبعة دار الأسوة طهران من إيران في الصفحة ميتين وستعاش هناك باب هذا عنوانه باب أن الأئمة خلفاء الله عز وجل في أرضه وأبوابه التي منها يؤتى هذا العنوان هذا العنوان يتكرر في أحاديثهم في رواياتهم في زياراتهم في أدعيتهم الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الأوصياء الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منها ولولا هم ما عرف الله عز وجل وبه محتج الله تبارك وتعالى على خلقه فمثلما أنهم أوصياء محمد وهذا شأن خاص بهم ولا يوجد لمحمد أوصياء من دونهم الأوصياء همو همو كذلك همو همو أبواب الله وهمو همو حجج الله الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منها ولولا هم ما عرف الله عز وجل وبهم احتج الله تبارك وتعالى على خلقه هذا المضمون ينتشر انتشارا واسعا جدا في أحاديث العترة الطاهرة أعتقد أن المعنى واضح جدا فإذا ما وردت روايات في كتبنا أو في غير كتبنا في الحقيقة الروايات الروايات في كتب الغلات من النصيريين وأمثالهم من أن بعضا من أصحاب الأئمة وهم زعماء الغلات هؤلاء صاروا أبوابا هذا محمد ابن نصير هم يقولون كان بابا للإمام العسكري كل إمام له باب بحسبهم لكن لكن محمد ابن نصير هو باب للإمام العسكري وباب كذلك لإمامنا المهدي هذه أكاذيب الغلات هذه أكاذيب الغلات ويحاول هؤلاء العجول الغلات هؤلاء الشياطين أن يضعوا لأنفسهم من المنازل والمراتب والدرجات وسأقرأ عليكم بعضا من كلام محمد ابن نصير من كتبه عنده كتب عنده كتب من كتبه سأقرأ عليكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى صار واضحا نحن بابيون ونعتقد بالبابية والأبواب لكن أبوابنا محمد وآل محمد فقط بابنا إلى الله إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري قائم آل محمد هذا هو بابنا ولا يوجد لبابنا من باب ليس هناك من باب للحجة ابن الحسن إنني لا أتحدث عن الأبواب بالمعنى العرفي إنني أتحدث عن الأبواب بالمعنى الإلهي بالمعنى العرفي كل أئمتنا وإمام زماننا كذلك كلهم عندهم أبواب من أصحابهم من أوليائهم السفراء الأربعة الخاصون هؤلاء من أبواب إمام زماننا لكنهم ليسوا جزءا من المنظومة العقائدية الإلهية المقدسة ليسوا جزءا منها هؤلاء أبواب لإمام زماننا حينما نتحدث عن الأبواب إننا نتحدث عن أبواب المنظومة العقائدية الإلهية المقدسة منظومتنا العقائدية الإلهية المقدسة الله جل جلاله الله جل جلاله ومحمد وآل محمد وانتهينا هذا هو ديننا لا يوجد شيء آخر هذه زبدة القرآن وزبدة معارف العترة الطاهرة هذا هو ديننا الله جل جلاله ومحمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد هذا هو شعارنا خلاصة ديننا في هذه الجملة اللهم صلي على محمد وآل محمد وهذا هو منطق القرآن ومنطق الزيارات والأدعية ومنطق ومنطق الأحاديث ومنطق العقل إن كان عندنا من عقل تحدثوا عن العقل الديني عن العقل المثقف بثقافة بثقافة العترة الطاهرة أعود إلى الحديث الذي ورد عنه سؤال بخصوصه إنه السؤال الأول هل صحيح أن للأئمة عليهم السلام أبواب للأئمة أبواب ولكن بالمعنى الذي شرحته لا علاقة لهم بالمنظومة الإلهية العقائدية المقدسة وكيف نفهم الرواية التي تقول بمعرفة المعاني والأبواب في حديث جابر الجعف هذا الحديث حديث طويل إنه برواية جابر الجعف عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الجزء السادس والعشرون من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي هذا الحديث يبدأ في الصفحة الثامنة ويستمر في عدة صفحات في الصفحة الثالثة بعد العاشرة إمامنا السجاد يقول لجابر الجعف يا جابر أو تدري ما المعرفة المعرفة إثبات التوحيد أولا ثم معرفة المعاني ثانيا ثم معرفة الأبواب ثالثا ثم معرفة الأنام رابعا ثم معرفة الأركان خامسا ثم معرفة النقباء سادسا ثم معرفة النجباء سابعا وهو قوله تعالى لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وتلا أيضا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم يا جابر يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني أما إثبات التوحيد معرفة الله القديم الغائب الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو غيب باطن ستدركه كما وصف به نفسه وأما المعاني فنحن معانيه ومظاهره فيكم اخترعنا من نور ذاته وفوض إلينا أمور عباده فنحن نفعل بإذنه ما نشاء ونحن إذا شئنا شاء الله وإذا أردنا أراد الله ونحن أحلنا الله عز وجل هذا المحل واصطفانا من بين عباده وجعلنا حجته في بلاده إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف الحديث شرح إثبات التوحيد ومعرفة المعاني ولم يتطرق إلى الأبواب والأنام والأركان والنقباء والنجباء بحسب ما مر علينا من النصوص فإن العناوين هذه لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الإمام المعصوم له مقامات مثل ما له مقام الأبوة إنها أبوة الأمة يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة الإمام له مقام الأبوة والإمام له مقام الحاكم الذي له السلطة والحكومة بين الناس والإمام له مقام المعلم إنه المعلم الذي يعلم ويرشد ويبصر الأمة بكل ما تحتاج إليه له وله من المقامات الكثير ولذا فإن الأحاديث جاءت بألسنة عديدة هناك من الأحاديث ما هو بلسان الأبوة الأحاديث التي جاءت بلسان الرحمة والشفاعة والرأفة هذا لسان الأبوة الأحاديث التي جاءت بلسان التهديد والوعيد هذا هو لسان الحاكم ليس معقولاً أن الحاكمة والمشرعة يشرعوا بلسان التشريع وبعد ذلك بنفس اللسان يكلم العبادة بالشفاعة ومن أنه سيشفع لهم إذن لماذا شرعت التشريع هذه مقامات وحيثيات مختلفة ألسنة مختلفة الإمام حين يتحدث بلسان المشرع فإنه يريد مننا أن نلتزم بالتشريع حينما يحدثنا بلسان رحمته علينا ولنا يوم القيامة حين يحدثنا بشفاعته يوم القيامة إنه يحدثنا بلسان الأبوة بلسان الرحمة والرأفة هذا لا يعني أن الإمام هنا يقول لنا اتركوا التشريعات فإنني سأشفع لكم هذه حيثيات ومقامات لكل مقام خصوصيته فهذه الأوصاف الأبواب الأنام الأركان النقباء النجباء هذه مقامات للأئمة ترتبط بالناس إذا قال قائل من أن المقامات هذه هي للشيعة صار الحديث متشابه حينئذ نترك هذه المقامات لأن الإمام لم يشرح إلا إثبات التوحيد والمعاني العناوين الباقية لم يشرحها الإمام فصار الحديث حديثا متشابه فحينئذ لا علاقة لنا بهذه الألفاظ لأن أحاديثهم المتشابهة نعود بها إلى أحاديثهم المحكمة هذا هو الجزء الأول من عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الحادية والستين بعد المائتين إنه الحديث التاسع والثلاثون بسنده بسند الصدوق عن أبي حيون مولى الرضا صلوات الله عليه يحدثنا إمامنا الرضا من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم ثم قال إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا قد تقولون لماذا يكون هذا القرآن فيه محكم ومتشابه كي نعود إلى محمد وآل محمد حديثهم فيه محكم ومتشابه كي نعود إلى رواة الحديث كي نعود إلى رواة الحديث ولا يكون الباب مفتوحا للجميع كي يعبث بالدين وحينئذ ستتكون هذه الفرخ والمجموعات هذا جزء من برنامجهم وهندستهم لحفظ الدين فهناك الأحاديث المتشابهة وهناك الأحاديث المحكمة فإذا قال قائل من أن الأوصاف هذه هي للشيعة الأبواب الأنام الأركان النقباء النجباء نقول حينئذ صار الحديث متشابها فلا شأن لنا بهذه العناوين حتى يظهر إمامنا وهو الذي سيشرح لنا والحقيقة ليست كذلك هذه العناوين عناوينهم مقاماتهم صلوات الله عليهم في الكهف الشريف هناك باب عنوانه أن الأئمة هم أركان الأرض وهذه العناوين البقية منتشرة في الزيارات والأدعية والروايات نحن نقرأ في الدعاء المروي عن إمام زماننا من أدعية شهر رجل إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك إنهم أركان التوحيد إنهم آيات الله هذه أوصافهم لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فتقها ورتقها بيدك بدعها منك وعودها إليك هذه من أوصافهم أعضاد وأشهاد ومنات وأذوات وحفظة ورواد فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت هذه الأوصاف أوصافهم فهم الأبواب وهم الأنام وهم الأركان وهم النقباء وهم النجباء مثل ما يقول الدعاء هنا أعضاد وأشهاد ومنات وأذوات وحفظة وروات اللحن هو هو والمضامين هي هي هذه العناوين لا علاقة لها بالشيعة لا من قريب ولا من بعيد هذه مقاماتهم حيثيات من حيثيات مقاماتهم صلوات الله عليهم قرأت عليكم فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت بهم بهم بمحمد وآل محمد عملية الملء هذه عبر مقامات لا حدود لها من جملة هذه المقامات هي هذه التي تتحدث هذه الرواية عنها ومن جملتها هذه المقامات التي يتحدث عنها هذا الدعاء المهدوي الذي يقرأ في شهر رجب فبهم بهم صلوات الله عليهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت ملأت سماءك وأرضك لا يوجد مجال لأبواب أخرى مثل ما مر علينا في الزيارة الجامعة الكبيرة من أنهم هم هم الباب المبتلى به الناس وقرأنا قبل قليل في نهج البلاغة الشريف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول في الخطبة الرابعة والخمسين بعد المئة في الصفحة الثالثة والخمسين بعد المئة نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب أعضاد وأشهاد ومنات وأذواد وحفظة وروات مثل ما جاء في دعاء شهر رجب وهنا شعار وأصحاب خزنة وأبواب وهنا في رواية جابر أبواب وأنام أركان ونقباء ونجباء هموا هموا محمد وآل محمد كذابون أولئك الغلاق كذابون 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 أحاديثهم أحاديث الشيطان عقائدهم عقائد جهنمية لا علاقة لمحمد وآل محمد بها لا من قريب ولا من بعيد ألا لعنة الله عليهم على أمواتهم وأحيائهم نذهب إلى فاصل زبدة المخضي بعد كل هذا كي أودعكم إنني أودعكم على ما تقوله الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم من أراد الله بدأ بكم في زيارة آل ياسين نخاطبهم أنتم الأول والآخر أنتم باب الله وأنتم وجه الله صلوات الله وسلامه عليكم ورحمته وبركاته نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل الحديث أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر